أهلا بكم. الإسلام دين الدولة أو دين الدولة الإسلام عبارتين بنفس المعنى. لكن المهم النهاردة أنت لما بتسمع العبارة دي، إيه اللي بيحصل جواك في ذهنك في أفكارك في مخيلتك؟ يعني إيه؟ الفهم المرتبط بعبارة زي دي الإسلام دين الدولة الرسمي أو دين الدولة الإسلام. في ناس ممكن تشعر مجموعة من الناس ممكن تشعر بالفخر لأنهم هما نفسهم لما يكونوا تحت هذه العبارة أو اليفطة بيكونوا ضمن القوة الأكبر في البلد. ودول مجموعة كبيرة واللي ممكن نسميهم القطيع اللي مش فاهم. يعني الناس اللي ماشيين بالتبعية اللي يعرفوا قشور الإسلام اللي بكل تأكيد أنا كنت منهم وأنا صغيرة. الإسلام فخر طبعاً أنك تكون منتمي للإسلام. ولكن عندما تقرأ وتكتجب تجد الأمر غير ده بالمرة. ففيه هؤلاء القطيع اللي مش فاهم الصويرين في الإيمان والفهم والكلام ده كله اللي مش فاهمين تفاصيل الأمور ولا تفاصيل الإسلام نفسه. فيه كمان بقى مجموعة بتستنكر ده لأن الدولة مش ممكن يكون لها دين والدين لله والوطن للجميع زي ما يعني كنا بنسمع كده الدين لله والوطن للجميع ده يعني عبارة من اللي بتتقال في الوحدة الوطنية. لكن لو فكرت فيها تفهم كده أنه في حد فكر وقال الدين لله الوطن للناس. إحنا نكبره إحنا نعمل فيه إحنا ننميه إحنا نتساوى فيه. هذه المجموعة كمان هي نفس المجموعة اللي بتقولك أنه يجب فصل الدين عن الدولة ودول مجموعة المستنرين المثقفين الفاهمين العارفين أثر ده العبارة دي أو الفكر ده أو التخطيط الإسلامي ده على الدين والدولة. لأنه يضعف الدولة ويضعف الناس اللي في الدولة ويقوي سلطة الدين ونشوف بقى الأثار المترتبة على ذلك اللي هي الأثار الكارثية اللي بقالها 1400 سنة بتحصل. عندما سيطرت الكنيسة على السياسة في العصور الوسطى مثلا دي كانت كارثة بالنسبة للمسيحيين لأنه حصل خلط ما بين الحياة الروحية ودعوة الله وحقيقة الكتاب لأنها بقت مختلطة بقى بسلطة الدين وسلطة الكهنوت والكلام ده كله لخبطت خالص المفهوم المسيحي الحقيقي. فلازم نعرف أنه دي كانت لما حصلت في العصور الوسطى حتى كانت شيء خارج عن إطار اللي بيعلمه الله في الكتاب. أو روح الله اللي بتعلمنا. فلكن إحنا عندنا دين أسس أصلا على ده فبتكون أثاره كارثية. في مجموعة أخرى بقى وهم المجموعة اللي ليهم باع كبير في تأسيس هذا المفهوم. مش هم اللي أسسوه ولكن ليهم أثر في تسبيت هذا المفهوم. ودول بقى رجالات الدين اللي هما بقى الشيوخ والمؤسسين للمبادئ الإسلامية الدينية السائدة الآن بأشكال مختلفة. واللي هما برضو فاهمين أثار إصرارهم على أنه يكون الإسلام دين الدولة. لأنه عندما أسس محمد الإسلام وده كان واضح جدا من منذ البداية عندما أسس محمد الفكرة الإسلامية. كان واضح فيها أنه يؤسس لدولة لإمبراطورية إسلامية. واستمر ده بعد موتوا بالغزوات والفتوحات الإسلامية اللي هي الأكذوبة الفتوحات الإسلامية اللي احنا عارفين أنها غزوات ومحاولة استيطان دول. لم تريد هذه الثقافة ولا هذا الدين. مش عرض لفكر ولكن كان تأسيس دولة. فرجال الدين هما المجموعة الثالثة اللي فاهمين معنى ده إيه. وهما بقى اللي بيعملوا على تحقيق وتطبيق ده على أرض الواقع بأكبر صونة ممكنة. وأوصع طريق يوصلهم لده علشان يعني يكون لده أثر كبير في المجتمع بوضوحة. فإزاي تتغير المجتمعات عندما يكون الإسلام هو دين الدولة؟ وده بقى عنوان حلقتنا النهاردة اللي هو الإسلام دين الدولة لذلك. ولذلك أنا سيبالكم أنتم الاستنتاج. أنا حقول بعض القراءات فيما نراه على أرض الواقع الأمور البسيطة اللي احنا تعودنا أنها بسيطة ولكنها شديدة الأثر وشديدة الخطورة على الدول الإسلامية أو أينما كان الإسلام على البشر اللي عايشين فيها. فأنا حقول لذلك كذا كذا وعايزاكوا أنتوا بقى يعني أضيفوا لي الإسلام دين الدولة لذلك. عندك إيه مشاكل في حياتك؟ الحلقة اللي فاتت أنا اتكلمت على مشروع القانون الجديد اللي في العراق. طبعا الظهر أن الحلقة زعلت ناس كتير فاشتاجوا ما فيش مشاكل. هو ده عمل ربنا. إحنا نكتش في الحقيقة وربنا هو اللي وصل لكم الكلمة. لكن التعليقات كانت معظمها إحنا في خطر بسبب هذا التعليم. إحنا في خطر أسرتي في خطر. بناتي في خطر بسبب هذا التعليم والتغيير والإسرار على عودة الدين في كل تفاصيل الحياة. فأنا النهاردة عايزاكوا تعملوا نفس الحكاية. قولولي على اليوتيوب وعلى الفيسبوك الإسلام دين الدولة. لذلك ماذا؟ إحنا أكتر ناس عارفين ده شكله إيه أو أشكاله إيه على حسب اتساع سلطة الدين في كل بلد. من بلادنا العربية الإسلامية أو الغربية. فالنهاردة لما نلقي نظرة على العالم كله حوالينا حنلاقي إن في معظم الأحداث الدائرة الآن حول العالم للإسلام يد فيها. ودائما التأثير سلبي وسلبي جدا وهادم للمجتمعات اللي بيكون فيها الإسلام. من الغرب للشرق. دوء من أوروبا لأمريكا لأستراليا. لو اديت لكم أمثلة على الغرب مش هخلص. لو عندي وقت الأسبوع ده هتكلم فيها. لو ما عنديش هنتكلم فيها الأسبوع اللي جاي. لإنه من حقك إنك تعرف ده بيخرب بيتك وحياتك وبلدك إزاي. لكن أيضا نرى إنه للإسلام يد في المصائب اللي دايرة في الدول الإسلامية النهاردة. سواء كانت على حسب حساب القوانين اللي بيسنها الشرع الإسلامي. ويصر عليها مثلا الأزهر ولا الشيوخ إذا كانوا في العراق مثلا شيعة سنة دا دا. كل من يصر على إنه الإسلام يكون الأساس للتشريعات بيعمل إيه في البلد؟ إحنا عايشين في وسط دا. أوكي؟ دي يعني دا مش تعميم على فكرة. أنا يعني بكون حريصة إن أنا معممش في أمور كتيرة. لكن دا مش تعميم على الإطلاق لإنك لو بصيت في كل دولة عربية إسلامية موجودة حواليك أو دولة غربية يتواجد فيها الإسلام بشكل عالي. حتلاقي إنه فيه مشاكل دايما ترجع أصلها لتصرفات المسلمين اللي عايشين حسب شرع الله. اللي عايزين يدخلوا شرع الله في كل شيء. أوكي؟ نتكلم في دا بعدين. فأنا الحقيقة شفت إن عنوان الحلقة النهاردة مناسب علشان نشوف نتيجة وجود الإسلام كعامل أساسي في حياة الشعوب والأفراد. أنت حياتك بتتأثر إزاي بوجود الإسلام كدين الدولة الرسمي؟ ماسك حياتك منين؟ ما أثر عليك منين؟ حيأثر على الأقليات، حيأثر على النساء، حيأثر على الأطفال، حيأثر على الأثر بشكل عام. لكنه أيضاً لأنه قانون زكوري بيدي الراجل حقوق، فالراجل أحياناً كثيرة ما بيكونش حاسس. إلا من يعني ربنا ادي له كده إحساس وفهم وعقل. أول قضايا المطروحة النهاردة هتكون من العراء، هتكلم على قضيتين. قضية الأزيديين واللي حصل في مجتمع الأزيديين دلوقتي، وموضوع اقتراح القانون الجديد. خلينا الأول نشوف الدستور العراقي بيقول إيه؟ لأنه ده مهم. خلينا نشوف كده. الدستور العراقي هو زي ما أنتم شايفين بيقولك أنه هو ده جمهورية العراق هي دولة اتحادية واحدة مستقلة زادة سيادة كاملة ونظام برلماني ديمقراطي. وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق. تفتكر أنه بقى إيه؟ يعني ده دولة الحريات كلها أول ما تقرأت جملتين دول. روح بقى للمادة التانية نفسك تسد على طول. أولا الإسلام دين الدولة الرسمي وهو مصدر أساس للتشريع. مصدر للتشريع من غير أساس تمشي لأنه يكون فيه شوية من الإسلام أو يسمح بأنهم يضعوا قوانين أخرى تبقى خارجة عن أساس للتشريع دي. لكن ما ده موضع أساس إذن زي مثلا في الدستور المصري لما هو المصدر الرئيسي للتشريع والكثير من الدول الأخرى يعني. ونيجي بقى للتفصيلة اللي تحت أولا اللي يفهم يقولي عشان أنا حطرت. إذا ما كانش كل جملة من دول بتتضارب مع اللي قبلها يعني يعني ما عرفش إذا كان المتكلم مجنون فالمستمع عائل. يقولك واحد لا يا جوز سن قوانين تتعارض مع مبادئ الإسلام. طب دي تتفق مع اللي فوق هو المصدر الأساسي. هو ما فيش حاجة غير الإسلام. طبعا الناس اللي فاكرة إنه اتباع قوانين ومبادئ الإسلام بيرضي هذا الإله. أو هم ناس غلابة ومشيين على قد حالهم وعايزين يمشوا الدنيا يعني. لكن الناس اللي فاهمة كم اللخبطة اللي بيعملها اللي بتعملها مبادئ الإسلام في حياة الناس في حياتك اليومية. اللي تقولك تروح بنكي ايه وتاخد ايه وتبيع ايه وتشتري ايه وينفع يبقى فيه مثلا تبرع بأعضاء ولا لأ تقدر تاخد تنقل دم ولا لأ. وكل التفاصيل دي بتاعة حياتك اليومية من الجواز للطلاق للمرض يعني التشافي في المستشفيات كل ده كل حاجة كل حاجة. فلو واحد زي مثلا الشيخ الشعراوي ده اللي قال لنا انه مفيش زرع الأعضاء ده حرام مثلا. ده لو لو دلوقتي نشكر ربنا ان مصر بقى فيها زرع أعضاء وما فيش مشاكل. لكن هذا التخلف الرجع بتعبولي القبل وماء زمزم يعني وطب الرسول وحبة البركة ويعني كل ده لو خلفته تبقى خارج يعني مع مبادئ الإسلام. وعنين اللي بعدها على طول بقى يقولك ايه لا يا جوزة ان قوانين تتعرض مع الديمقراطية. طب يعني يعني اقول ايه اقول ايه حد يقول لي كده لما تقول لشخص من اخواننا السلافيين ايه رأيك في الديمقراطية. يقولك الديمقراطية حرام ديمقراطية ايه مش حاجة اسمها ديمقراطية في الإسلام. وهم صح انت ما تقدرش تختار اي حاجة خارج إطار الإسلام. فلما يبقى الإسلام دين الدولة الرسمي مش حاجة اسمها ديمقراطية. يعني ايه ديمقراطية؟ يعني الديمقراطية تقدر تختار واحدة ست تبقى رئيس جمهورية على حسب الكواليفيكيشنز بتاعتها. يعني ايه كواليفيكيشنز يعني لانه كلها هي اكاديميا وعلميا وانمت نمو كافي انها تكون تستحق انها تكون رئيسة جمهورية في مصر. ينفع؟ هنشوفها في اي دولة اسلامية؟ لا طبعا لانه دا ضد التعليم الاسلامي. ما ينفعش نقصات عقل ودين لا يفلح قوم ان اولوا امرهم امرأة فما ينفعش. اللي بعد كده بيقولك لا يجوز سن قوانين تتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية في هذا القانون. برضو ما في امتهاج دي. يعني ايه لا يجوز سن قوانين تتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية في هذا القانون. الحقوق والحريات الاساسية في هذا القانون على حسب الشرع الاسلامي ولا مثلا على حسب حقوق الانسان. مثلا المتفق عليها اللي كل الدول العربية مضت عليها اللي احنا عارفين انها تتنافى تماما مع كل ما يتفق عليه الإسلام وبعدين بقى ايه عشان نكمل اللغبات يقولك يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب بس يعني ايه يعني يبتديها بالإسلام ويقفلها بالإسلام الإسلام بيقفل الدنيا يعني عارف ايه شطب لنا كده انه في ضمان الهوية الإسلامية لغالبية هذا الشعب عشان هم عارفين انه يعني المسيحيين بقى والأزيديين والكلام ده كله كله أقليات هنشوف بقى بيعملوا ايه في الأقليات اتفاقية حقوق الإنسان لما بتكلم على حق الإنسان ما بتكلمش على حق الأقلية وحق الأغلبية بتكلم على الإنسان والإسلام يتعارض مع كل بند من بنود اتفاقية حقوق الإنسان كل بند احنا عملنا فيها حلقات سدوني أرجع عيد الحلقات دي ونقدم مثلا كل مرة بند من البنود في اتفاقية حقوق الإنسان اللي يتعارض مع الإسلام لكن خلينا نبص على اللي حاصل فيه موضوع قوانين الأحوال الشخصية الاقتراح الجديد بتغيير القانون أنا اتكلمت عنه في الحلقة اللي فاتت لكن تقدروا تشاهدوا الحلقة على الفيسبوك هتلاقوها موجودة على الفيسبوك على كل صفحات قناة الحياة وعلى صفحة المرأة المسلمة اتكلمت فيها بالتفصيل النهاردة بس هعمل لمحات عن الموضوع ده عشان تقولي ازاي ان الإسلام لما يكون دين الدولة يديك حقك ازاي ازاي هيدي المرأة حقها ازاي هيحمي الأطفال ما نعرفش اتكلمنا في الموضوع ده وكانت يعني حقيقة تعليقاتكم أسعدتني جدا وشايفة انكم عندكم وعي للي حاصل وبالطلب وبالتغيير ووقفين وتعملوا على التغيير وانا يعني كتير ناس كتبتلي ملحقت شرد لانه سحبوا الحلقة من يوتيوب ما عجبتهمش الظاهر فدايما لما بنقولي الحق بيزعج الناس فانا بشجع كل السيدات اللي طلبوا مني اني اساعدهم انهم يتصلوا على رقم البرنامج الواتساب وانكم تشاركوا بقراءكم معانا في اي حلقة في اي وقت دايما او انكم تكتبوا لي على الواتساب لو انا اقدر اساعد في اي شيء او اعرض قضاياكم المرتبطة بالاسلام بشكل مباشر فمن الامور الاسوأ في اختراح هذا القانون اللي يتماشى جدا مع انه دين الدولة الاسلام هو انهم ينزلوا سن الزواج للقاصرات من 18 لتسعة وطبعا احنا بنتكلم على سنة وشيعة يعني السنة ممكن يقولك لا هو ممكن يعقد عليها في اي وقت ويتجوز لما تكون تطيق او انها بلغت اي واحدة منهم الاول ما نعرفش لكن الشيعة ممكن يتجوز طفلة رضيعة ويستمتع بيها لحد ما تطيق مش كده وعندنا الاساس الاسلامي في ده موضوع الحضانة الحضانة ويعني تأثرها على الام والطفل وانهم لخبطوا موضوع الحضانة بالكامل علشان يعيدوا الامر الى التشريع الاسلامي هو قالك يعود معها لحد سبعة وبعدين يروح بقى للأب بقى لأبو الأب وانا مش عارفة ده ازاي مش يعني في مصر يقولك يروح لأم الأم لأن الأم الأم برضو بتبقى عندها قرب من الأولاد مختلف ولو الستة تجوزت ياخدوا منها الأطفال وكل الأمور اللي احنا عارفينها دي أمة كان فيها تحسن عايزين يرجعوها بقى إيه إلى الماضي السيارة ترجع إلى الوراء يعني احترس هو كده ولو فعلا ده حصل وتنفس في العراق الحقيقة انه الأمر هيكون في منتهى الخطورة على النساء والأطفال اللي هما إلى الآن عايشين يعني في قصص تعنيف أسري ومشاكل لا حصرة لها من أكتر البلاد اللي بيحصل فيها أمور التعنيف الأسري وجرائم الشرف وكلام ده كله فيما يخص الحريات الشخصية هل في حاجة اسمها حرية شخصية وانت بتتعامل مع القوانين الإسلامية في واحدة في أحد البرامج من المزيعات بتقول كده أنه القانون ده الحالي لا يجرم الزنا يعني مش هيمسكوا واحد واحدة بيزنوا فيحبسوهم أو واحد واحدة يعيشوا مع بعض فيحبسوهم فالرد كان لا ده لازم يتغير يعني أنت طبعا ده يعني مش معناه أن أنا لا بعدد ده ولا بتاع لكن أنا بعدد أنه الإنسان يتعلم أنه يكون شخص يقدس الله في حياته يعني قانون زي ده هيعمل إيه؟ خليهم برضو يروحوا يزنوا بس في السر فيش مشكلة فدائما عودة إلى الخلف يعني بس اختاروا يا قانون مدني يا قانون ديني شريعة بقى ونخلص مش كده؟ الأمر يعني الحريات الشخصية غير منطقية في مقابل الشريعة وقوانين الشريعة الميراث والتغييرات في الميراث اللي عايزين يعملوها مش بس أن الست للذكر حظ الأنتيين ولكن أنه المرأة لا ترث عقارات مثلا في القانون الجديد ليه ما ترثش عقارات؟ لأنه لو الزوج مات يدوها قيمة اللي ليها من العقار لكن لا يمكن يدوها العقار يشوف نظرة المجتمع ده للمرأة نظرة هذا الدين للمرأة حتى ولو أن الإسلام ما قالش ما تدولهاش عقارات هو ما قالش ولكن الناتج فيكم وفي قلوبكم وفي أفكاركم من نظرتكم للمرأة من ناتج أثار ما صنع الإسلام في حقيات المرأة حقوق المرأة في كل ما لها كإنسانة ينقصوا الإسلام بكل شك بكل الأشكال نقطة تانية حق الزوج أنه لا يعطي نفقة ليه؟ مش هديها نفقة عشان ما بستمتعش بيها من مصائب الإسلام أنه كل شيء يرتكز على انتفاع الراجل بالزوجة دي جنسيا مصائب كل مصادرها الإسلام عشان كده نقدر نقول أن دين الدولة الإسلام لذلك كل المذكور أعلاه دين الدولة الإسلام لذلك عندنا مشاكل في العائلات عندنا مشاكل في الأسر عندنا مشاكل في الزواج عندنا مشاكل في الطلاق عندنا مشاكل بين الرجل والمرأة عندنا مشاكل في قدسية الزواج عندنا مشاكل في احترام المجتمع للإنسان للمرأة في احترام المجتمع للاختيار لأن الإسلام دين الدولة انتقل لنقطة تانية في أغسطس الماضي من عشر سنين حصل هجوم داعش على قرية أو اليزيدين وكانت شيء من أبشع الصور اللي شفناها في حياتنا صدمة أنا بفتكر يعني عارفين في حاجات كده الواحد بيفتكرها في حياته بتبقى عارف انت فين وبتعمل ايه وبتفكر في ايه وازاي تصدمته ومش عارك كانت ايه دي من الايام اللي كانت في وقت انتشار داعش بالشكل الرهيب ده دخولهم لمجتمع اليزيديين وقتلهم لليزيديين بهذا الشكل البشع ويعني المشهد أنا فاكرة وقتها كنا أنا وفرحة ومرينا لسه بنعمل البرنامج سوا وكنا يعني ما كناش ملاحقين على كمية الفواجع اللي كنا بنشوفها كل يوم فدي كانت من الحاجات اللي وإحنا بنحطها على الشاشة كنا بنبكي وإحنا بنشتغل عليها كنا بنبكي في حاجات لم نتخيل انه في العصر الحديث نشوفها لكن شفناها في العصر الحديث لانه عندما يكون ثقافة الدولة دين الدولة قانون الدولة الإسلام هكذا تكون الحياة حتى لبسه رجع 1400 سنة وسلاسل وجواري واغتصابات وقتل على الهوية يعني لأنه ليه سلطة إسلامية ولأنه دول كفار في نظر الإسلام شيء مرعب من عشر سنين حصل إبادة جماعية للناس دي أكتر من سبع تلاف بنت اتخدوا علشان يكونوا جواري واغتصابوا كل يوم كان فيه مقابلة يعني مش عارفة حط إيه ولا إيه بصراحة كان فيه مقابلة لشخص اتقابل معه الحقيقة مقابلات عديدة اتقابل معه واحدة من الأزيديات اللي اغتصابهم وبيقول إنه هو يعني اغتصاب تقريبا مش عارفة متين واحدة وفوق الستاشر وخمسين تحت الستاشر كل يوم اغتصاب اتنين ثلاثة وقتلت كامي عام تسعمية قتل تسعمية إنسان ازاي ازاي يتحول وده مش على فقه لا هو أجنبي ولا بتاع لا عراقي عادي يعني مثلا أنا مصرية أقوم أقول إنه الناس اللي من أسوان أو بتوع النوبة مهمونيش عشان سومر مثلا يعني ما هو دول ما هموش عشان كفار يعني بتوع أسوان أفصل كده بينهم لأنهم عايشين حياة مختلفة عني هكذا يصنع الإسلام يميز الإنسان بإنت كافر ولا شيعي سني حتى شيوغ الأزهر النزاع اللي بينهم إنت أشعاري وإنت مش عارف إيه وإنت مهازل يصنعها دي نأسسه الشيطان لأن الشيطان سلطته إنه يعمل تفرق لكن الله يجمع الناس يجمع القلوب يشفي يغطي خليني أقرأ لكم بقى إنه بعد الزكرى العشرة الزكرى العشرة اللي حصل الإبادة الجامعية اللي حصلت للأزدين ففيه يعني النشطاء اللي لسه بيشتغلوا على الأرض النهاردة من الأزدين والأزديات الرجالة وستات بيشتغلوا على إنهم لسه يلاقوا بقية البنات والولاد والأطفال اللي نتجوا عن الاغتصابات وكل الكلام ده فبيعملوا محاضرات بيتكلموا في الأمم المتحدة بيقدموا أفكار يعني بيطلبوا مساعدات علشان يشتروا الناس حتى في وقت من الأوقات في واحدة من البنات اشتروها باربعين ألف دولار عشان يحرروها فإيه اللي حصل بقى اللي حصل إن احنا فجأة كده صحينا لقينا إنه في رعب في المجتمع الأزيدي قرب الصورة كده المجتمع الأزيدي ده ده صورة من الصور للأزديين بيحاولوا يهربوا ليه؟ لأنه الأكراد وشيوخ الأكراد هاجوا عليهم لأن في واحد بيقولوا هما بيقولوا إنه صرح تصريح يهين الرسول فتوعدوهم بقى بإحنا هنوريكم بقى هنرجع تاني نوريكم فطبعا دول كل شخص كل فرد انتوا شايفينه في وسط مجتمع الأزيديين فقط أشخاص عائلات بحالها بطولها فقط قمتوا أو قمتها كإنسانة من اللي عاشته ليه؟ حسب الشرح فخلينا نشوف بقى إيه إيه اللي حصل بيقولك إيه قصة التصريحات دي بيقولوا إن ده خطب كراهية اللي انتشر ضد أبناء المجتمع الأزيدي في العراق جاء بعد حديث مصور تنقلوا مستخدمون عبر مواقع التواصل لقائد قوات السنجار قاسم شوشو واتهم على أثره بالإساءة للنبي محمد والتحريد على الحرب بين الديانات ونشروا تسجيل مصور مقتطع عبر مواقع التواصل ولم يتأكد موقع الحرة مما جاء فيه ورغم التوضيح اللي نشروا القيادي الأزيدي وتدولات وسائل الإعلام لم تتوقف الحالة الخاصة ببث خطاب الكراهية ضد الأزيديين كما قال نشطاء حقوق الإنسان جاء في البيان بيان قائد قوات السنجار قال كده أنه لم يقصد الإساءة إلى الإسلام أو المسلمين أو النبي محمد وأضاف أنه أراد التذكير بأنه ما دام المتطرفون موجودون فإن الاعتداءات ضد الأزيديين سوف تستمر وبعدين المجتمع الأزيدي برضو أصدر بيان وأوضح فيه أنه تم استخدام جملة من كلام شوشو عن الإبادة دون أن يكون قصداً النبي محمد ولا الإساءة إلى شخصه الكريم عايزين إيه تاني؟ نبوس الجدم ونبدي الندم؟ يعني عايزين إيه تاني؟ حد حبي يقلب على الأزيديين تاني فاقتطع كلاماً من كلام الراجل حتى لو كان الراجل ده قال حاجة على محمد والإسلام وأصول الإسلام كلها نخلي عندنا شوية نظر أنه يعني نحس بالزنب على الأقل في اللي أنتوا عملتوه فلا مش بس كده ده إحنا عايزين نقضي عليهم بالكامل الناس دي لسه عايشة في مخيمات بعد عشر سنين يعني شيء مرعب أنه يكون ده الناتج ضد أحلك وناسك بلدك شوف الفيديو اللي جاي ده هو الحقيقة خليني أرى لكم التعليق ده الأول قبل الفيديو التعليق ده بيقول أنه بيقول أنه أن خطاب الراجل ده هو اللي سبب نزوح بعض الأزيديين في مخيمات النزوح في كردستان وخاصة المخيم جيم مشكو وفي مدينة راخو باتجاه شنكال ومدن أخرى بعد موجة كبيرة من خطابات الكراهية والتحريد الذي صدر من منابر السلفية في كردستان يعني طبعا تعليق الناشط ده وهو ناشط أزيدي بيقول أنه ده مش جديد لأن دول إخوات داعش في كردستان الملالي هما منذ سنوات وهم بيتوعدوا بإبادة الأزيديين على غرار والدهم ما عرفش بقى إيه مير كورده ما عرفش هو مين لكن بيعدد أنه داعش عملت كده فينا وده خطاب كراهية وإحنا النهاردة يعني بنواجه إعادة لموضوع الإبادة مرة تانية شوفوا بقى الكلام ده مسبت فعلا أنا خط يعني مش عارف أقول لكم إيه مثلا خمسين ثانية ولا حاجة من فيديو في حوالي عشر عشرين شيخ بيقولوا نفس الكلام النهاردة معنا أخي بن أخواتنا بيتكلم بيفهم كردي بيقول إن ده فيه تحريد كل الكلام اللي بيقولوا فيه تحريد ضد الأزيديين تفضل عبد الشيطان والله دجاية تان أكين والله حزمان بچارة تانانية سكاية بقورة مقدسات ايواء بيتان رابي يرين إيهانة تان أكين إدانة تان أكين يا اوه كر باپند همو دنیا نرتنها كردستان توقات يك هوا عرد ليا برزبيتو لرينوان سكاية بقورة مقدسات ايواء سكاية بقورة مقدسات ايواء سكاية بقورة مقدسات ايواء سكاية بقورة مقدسات ايواء على الكفار وعبدات الشيطان وكلام ده كله دي وعزات بقى ويعني كلام طويل كل واحد منهم عمل وعزة على الموضوع ازاي انتقموا من الأزيديين وإلا رسول الله بقى بالكردي فليه لأنهم الدراع الأقوى في البلد لأنه لأنه الإسلام دين الدولة والأقليات ما لهمش حق كل ده لأن الإسلام هو المصدر الأساسي ودين الدولة فيخرج بقى علينا دول بكل يعني حرية يتكلموا زي ما هم عايزين لأن قانون الإسلام بيقولك إنه لو تكلمت ضد الرسول تقتل مفيش غير كده ما كان فهمش اللي قتلوه افتكروا وقت ما حصل ده خرجوا الأزيديين وقالوا إحنا أكتر حاجة واجعتنا إن اللي اعتدوا علينا كانوا جراننا المسلمين في مشهد آخر وهو يمكن هيكون الأخير النهاردة في الحلقة دي وهو يعني مشهد اليد الإسلام القصية والمريرة وأثر الفكر الإسلامي في العالم في بنجلادش اتكلمت سريعاً ذكرت الموضوع سريعاً الحلقة اللي فاتت لكن النهاردة عايزة يعني أديكم صورة مختلفة بنجلادش أيضاً هي بلد فيها 160 مليون نسمة 13 أو 13 ل15 مليون منهم هندوس فاللي حصل إنه حصلت ثورة وانقلاب وتغيير سياسي وابتدى يطلع بقى الغوغاء في الشوارع وعايزين يغيروا شكل الدولة بالكامل وإنه يعني طبعاً اللي طالعين دول هم الأكثر المسلمين فابتدوا يركزوا بقى على الأقليات طبعاً انت بتحارب على قانون دولة ولا بتحارب على تغيير السياسة ولا عايز تنهي على الأقليات اللي موجودة حواليك اللي هم جرينك برضو اللي هم موجودين في وسط الناس عادي يعني اللي عايشين في البلد دي يمكن جدود جدودهم كانوا فيها قبلك لكن لأن الدستور ينص على لأن دين الدولة الرسمي هو الإسلام يحدث ما يحدث على الأرض النهاردة مين اللي هيلتفت ليهم في قتل على الهوية نتيجة مباشرة للتعليم الإسلامي لأن الكافر اللي قاعد في بلدك يسلم يدفع الجزية لو ولو يعني ما أسلمش فيش معنى انك تقتله لأنه الإسلام يخلي الإنسان المسلم يستهين بالأشخاص اللي عايشين معاه وقيمة الإنسان شوف الفيديو دا أنا ما حطتهش بصوت الفيديو دا محطوط في يوم من الأيام اللي الموضوع دا يمكن بقاله أسبوعين لسه شغال هو لسه شغال كل يوم الحياة في بنجزادش كده بلد المسلمين بلد الخير بلد مش عارف ما تقول ليش بقى المسلمين بيدربوا الهنود في الشوارع المسلمين بيدخلوا لبيوتهم ويحرقوا ويقتلوا ويشنقوا ويقطعوا ويغتصبوا ويخطفوا دا حقيقي شايفين الناس بتتساء إزاي الفيديو دا محطوط تحت عنوان عشرين ألف هندوسي يقبلوا الإسلام دول قبلوا ولا أرغموا شايفين العصيان يا يخرجوا من البلد يا إسلام إحنا فاكرين دا يعني حصل فين قبل كده مثلا الأقليات المسيحية في مصر والتهجير وأي بلد يدخل فيها الإسلام يستولي على المنطقة فبيعمل كده لو عدتلكوا الفيديو خليني عيدوا بص كده وانت بتتفرج شوف تعامل الرجالة مع الستات ازاي يعني الحقيقة اللي احنا شايفينه دا لا يقل قسوة على اللي حصل للأزدين هي دي الدعوة اللي الإسلام بيقدمها الرعب يدخل في قلوب الذين كفروا الرعب ويقولك سماحة الإسلام ومحاول رحمة الله والرحمن الرحيم والكلام دا كله منين جبتوا الكلام دا شايف الرجالة بيعملوا ايه طبعا دول مش ستات مسلمات علشان شايفين إشاربات ولا حاجة زي كده لا هو البنجليدياش البنجليديشيات بيلبسوا طرح زي يعني الثقافة شوف دا واحد واقف يعني بيتحرش بالبنت جنسيا علني علني أنا مش فاهمة منين نقدر نقول يعني بعد كل دا كل دول العامل المشترك بينهم إيمانهم الإسلام أفضل أقولكم لو قلتها ألف مرة إن لم يغيرك دينك فغير دينك الشيء اللي ما يغيركش من جوه اللي يخليك تعود لإنسانيتك كإنسان كزي ما خلقك ربنا ربنا خلقنا علشان نكون بركة لكن إحنا اخترنا الشر ففي جه المسيح علشان يعيد طبيعتنا للطبيعة الأولى ويدينا فرصة حياة ويدي لكل من حولنا فرصة حياة زينا ومن خلال اللي ادهولنا النهاردة اللي أنا بعرضه عليك ك واحدة غيرها ربنا اللي أنا بعرضه عليك هو معرفة الله الحقيقي الله اللي غير طبيعتي أنا كإنسانة اللي غيرني من الداخل أنا عارفة قدراتي كإنسانة أنا من كبرياء لغضب لتعالي ما أنا تربيت كده لشر عملته وكان ممكن أعمل منه أكتر منه لأن مفهوم الإنسانية في حياتي ما كانش ملموس بالله ولكن كان ملموس بتعاليم الإسلام جيه المسيح أنا اتلغيت اتلمست بمحبته اتلمست بغفرانه وجهت نفسي وجهت مسئوليتي تبت عرفت إن الله ممكن يغيرني فغيرني قبلته فغيرني وأعطاني حياة فاللي أنا بعرضه عليك النهاردة إن الإيمان بيسوع المسيح الله الظاهر في الجسد يغير حياتك بالكامل يجعلك تعود إلى الخليقة الأولى اللي ربنا خلقك عليها وعايزك تعيشها من خلال المسيح من دلوقتي إلى أن يأتي وتشوفه عينيك أو تتقابل مع على السحاب أو 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 لكن ما نرى في الإسلام في كل مكان يوجد في الإسلام في النزاع بين الشيعي والسني في أسلامة قصرية لأنه وتعليم إن الإسلام هو الأعلى حسب مفاهيمهم إيه الفرق بين اللي إحنا شفناه مع هؤلاء وداعش ما فيش فرق ده بيحصل عند التمكين عندما يتمكن المسلم أو يتمكن الإسلام لأن المسلم يعني فرد مخدوع ولكنك أنت تقدر تختار تفضل مخدوع ولا لأ يحصل بقى اللي إحنا شفناه ده عند التمكين ربنا أنقذ مصر من الإخوان والتمكين لكن كمان بنصلي إن ربنا ينقذ بنجلادش وينقذ المسلمين اللي فيها من الإسلام والفكر الإسلامي الشرير شوف كده الفيديو ده هو من غير صوت يعني هتقدروا تبصوا عليه دول الهندوس طالعين بيعترضوا اتلموا اتجمعوا وطالعين بيعترضوا على اللي بيحصل فيهم بيطلبوا بأنه شايفين بقى الصور اللي هم شايلينها دي صور الناس بقى تشنقت وتدبحت وتقتلت دول ناس بقى ليهم عدد كبير ولكن كل فرد فيهم مهم عند الله وغالي عند الله كل ده لأن الإسلام دين الدولة وإنه في حاجة اسمها أنصر أغاك ظالما أو مظلوما وإنه من رأى منكم منكرا فليقومه بيده ولا مش عارف بإيه ولا بإيه وأضعف الإيمان فاللي يفضل يعني قانون الغاب اللي احنا شفنا ده وإنه يبقوا فرحانين قوي بقى بقى أنه الهندوس في منهم العشرين ألف اعتنقوا الإسلام يعني أنتوا فرحانين بالخيبة أنك تجبر حد أنه يدخل الإسلام علشان مرعوب منك ولا عشان هتلبسه قضية ولا عشان هتغتصب بنته قدامه ولا عشان هتغتصب مراته قدامه هقولها عبارة مهمة جدا هذا دين لا يدخله بالإرادة شخص سوي أبدا استحالة أن شخص سوي إنسان سوي عقليا وإنسانيا ومشاعره وكل شيء يدخل الإسلام بإرادته أبدا ما صدقهاش عشان أنا خرجت منه بإرادتي ومفهم مش مش تبعية لحد الشخص اللي ممكن يدخل الإسلام كده مسلم هو دخل زيه زي بقية المسلمين لا درسه ولا فهمه ولا اختاره عارفين من مصايبنا إننا بنعلم الدين في المدارس إلزامي للطلبة وعلى مستويات مختلفة مش كده بنعلمه وإحنا في نعومة أظافرنا كده نتعلم الدين بصورة إلزامية البنجلاديش فيها نفس الحكاية بيعلمه الأطفال في المدارس التعليم الديني إلزامي وعلى مستويات بقى المختلفة اللي إحنا بنشوفها المدارس الأزهرية ولا المدارس اللي في السعودية بتعلم فقه وشريعة وأحاديث ومش عارف إيه إحنا في مصر التعليم في المدارس يعني تحفظ شوية قرآن أحاديث تتكلم على غزوات قصة سيرة الرسول قصص أمبياء حاجات كده يعني لكن الأزهر بقى فيه بقى الزبد ومن ضمن التعليم الأزهر بقى إنه بيعلم كل عندهم معاهد وجامعات في كل الدول دي ومنها بنجلادش ومنها كل الدول الإسلامية المحيطة والناس بتجيله يعني كل الناس دي بتيجي للأزهر الفرق بقى آه فيه بعوث أزهرية بيفكروني آه فيه بعوث بعثات أزهرية بتروح الدول عشان تعلم وتعمل شيوخ وكلام من ده وتلم فلوس يعني نقصين الفرق بين التعليم الديني المسيحي والتعليم الإسلامي فرق السماء من الأرض لأنه مثلا أنت ممكن تختار أنك تودي أولادك مدرسة مسيحية فهتلاقي أنه اللي بيتعلمه الطالب المسيحي والمدرسة المسيحية هيكون فيها مسلمين وبيعلموا المسيحي المسلمين والمسيحي النفس الحاجة بس ماقدرش يعلم الطالب المسيحي الطالب المسلم التعليم المسيحي في مصر مسيحي لكن لو أنت رحت مثلا في الغرب ودخلت أولادك مدرسة مسيحية بيتعلم بيتعلم التعليم المسيحي بس أساسه الكتاب المقدس أساسه كرامة الإنسان في عينينا الله محبة الله للإنسان حب قريبك كنفسك اغفر لأعدائك صلي من أجل اللي بيسي إليك بنجلاديش الدين تعليم فيها الزامي فدي النتيجة مصر تعليم فيها الدين برضو الزامي ودي النتيجة جهل جهل وفي كل الحالات النتيجة صفر في نقطة الإنسانية اللي بيتعلم تعليم إنساني يخرج من التعليم الإسلامي بالنتيجة صفر من الناحية الإنسانية لأنه الإنسان يميت جزء من إنسانيتك ليه بنشوف إن الجماعات الإرهابية مركزها الإسلام ليه وليه بنورد أو بتورد الإرهاب عن طريق الجماعات الإسلامية دي للعالم كله إرهاب يبقى إسلام على طول أول حاجة تحصل حدثة يقولك إيه لازم لازم مسلم ويطلع مسلم برضو هي بس فلتت منكم المرة دي لما حصل الحدث بتاع طعن البنات في إنجلترا وطلع مش مسلم بس النتيجة واحد عارفين ليه لأن الناس عارفين إنهم كل مرة تحصل حدثة بالشكل ده بيكون القاتل ولا المعتدي مسلم الإرهابي مسلم أنا بنقى بأهلي وناسي وأهلنا كعبرين وعبرات إنكم تجملوا في ده بصراحة قلبي بينكسر لما بكون بتكلم على المسلمين عموما بالشكل ده لأنه التعليم اللي مغطيكو هو ده بس أنا عارفة إن أنا أهلي مش كده بس لكن لو ما كانش جوة عندهم تعليم يعني موازي أفضل كانوا بقوا كده أنا كنت بقيت كده وكان عندي استعداد إن أنا أبقى كده لو كان حد لغالي عقلي وعلمني إني قاقف للإسلام والإسلام فقط كان مو ممكن أبقى كده شوفوا الفيديو اللي جاي ده اللي حقتم به لأنه يعني مثل ل إزاي لما يكون الإسلام هو دين الدولة المرأة بيحصل في هاي ده في الطالبان ده فيديو صغير Where do you think that women who are in abusive relationships should go for help? يوم ما فيش أيهان المرأة دهمات أو الإنسان ورجال واضح في الإسلام وإحنا حميانهم شايفين المسدسة عظيم عن مانت التفرية المسعين هذه نجذت بالدمن السكوات شكرا المسعين المسعين لماذا أيها العقل و activة أولي داخل what justice is? Why? Why? Because Islam is like this. What is this? Taliban and Islam are on the way of the Taliban. They are in the way of the world. Look at the picture of this. This is the shape of Afghanistan today. But this is the shape of Afghanistan from 50 years ago. Before the Taliban. Islam is like this. If it's Islam is like this, it's like this. When you're Islam is like this, it's like this. It's like this is the way of the world. The pictures of this is the way of the Taliban. What happens to the population of the Taliban? When the families are like Islam is like Islam is like this. The result is in this situation. In every place where Islam is like Islam is like Islam is like Islam. دائماً هتلاقي إن النتيجة ثقافة موت ودمار اللي انتو شفتوه في صور أفغانستان قبل وبعد هي صورة حقيقية للي حصل على الأرض لدول كثيرة مش بس أفغانستان لأن هي دي النتيجة لما يكون الإسلام دين الدولة الرسمي لذلك كل اللي قدمناه في حلقة النهاردة إلا بقى اللي ربنا بيرحمه المسيح يقدم ليك أول حاجة الحرية الحرية في الاختيار الحرية في إنك تعرف إن ليك قدرات هو الدهالك علشان تقدر تعرفه بيها تقترب منه بيها تنمو معا بيها ينميك على الطريق لأنه ماشي معاك على الطريق وعوده ما بيخلفهاش أبداً المسيحية في المسيح الخبر الصار اللي بنقدمه للجميع مش الموت اللي نراه النهاردة المسيح هو اللي بيوهب الحياة والسلام يعلمك إنه هو مصدر الحياة والسلام والمحبة والغفران تحب أعدائك وتصلي من أجل اللي بيسيقه إليك وتعطي وتبني وتتطادع كما المسيح نفسه صنع الفرق إيه؟ الفرق إن دستورنا هي محبة الله ودستور الإسلام هو التمكين وإعلاء كلمة الله والموت ثقافة الموت بصلي من أجلكم وبصلي إن الناس يشوفوا فيك النهاردة محبة يسوع إلى اللقاء